الفرق بين قولنا لا تجوز و قولنا لا تجزئ لا تجوز يعني الأمر الممنوع منه الإنسان ابتداء نقول مثلا لا يجوز للإنسان ترك الصيام متى كان قادرا كذا كذا لا يجوز ترك الصلاة للمكلف كذا أما لا تجزئ فهي في الشيء الذي هو لك فعله ابتداء لكنك لم تفعله على لم تفعله مستكمل الشروط والأركان مثلا إنسان يقول لي أنا صليت ثم تبين مثلا أنني كنت على غير وضوء أو تذكر في الصلاة أنه على غير طهارة أقول لم تجزئه صلاته الصلاة في الأصل واجب عليه لم تجزئه بمعنى يعني لم تبرأ ذمته فكلمة لا تجزئ أي لا تبرأ ذمته من هذا الشيء ففي فرق ما بين لا يجوز ابتداء ممنوع لا يجزئ واجب عليك إعادته ولم يجزئك إنسان مثلا ذبح أضحية عوراء مثلا أو بها عيب من العيوب فأقول لم تجزئه أضحيته بمعنى أنه لا يزال مطالبا بأضحية أخرى بدلا عن هذه التي لم تجزئه